ما خاتفهم ما خاتفهم يراقب الإيرانيون في الخارج ما يجري في بلادهم من حراك شعبي معارض لسياسات النظام كمال إبراهيمي مواطن إيراني خرج من محافظة سنندج ويقيم حاليا في إربيل يتواصل مع ابناء محافظته التي انطلقت منها شرارة الانتفاضة إلى بقية مدن إيران بسبب مقتل الشبة الكردية جينا أميني خرجت من مدينة سنندج عام 2000 وكنت أعمل مع المشمرقة مع الحزاب الكردية المعارضة لتهران الآن أعمل كناشط سياسي وعيش مع حيلتي في قليم كردستان قلبنا مع كردستان إيران لدينا تواصل مع شعبنا ودائما تصلنا أخبار ومقاطع فيديو مهمة عن طريق الواتساب فقد اقتربنا من نصف قرن ونحن نعيش وسط تهديد النظام القمعي الدكتاتوري الإيراني يقول إبراهيمي أن النظام الإيراني يحاول قطع خدمة الإنترنت وحجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة منه لإخماد نار الثورة كما يقول يحاول النظام الإيراني كثيرا قطع الإنترنت ويحاول حجب الفيسبوك والآن أمريكا قررت أن تقدم خدمة الإنترنت إلى الشعب الإيراني بالمجان عبر القمر الاصطناعي وهو نوع من المساعدة من الغرب لنا الإيرانيون في الخارج يبحثون عن الأمان بعيدا عن قمع السلطات إلا أنهم يخشون من ملاحقة طهران لهم حتى في منفاهم ويتطلع إبراهيمي كبقية المعارضين إلى نهاية مسلسل الدم الطويل الذي دفعه الشعب الإيراني على يد السلطات الإيرانية كما يؤكد أحمد الحمداني العربية أربيل